يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من شركة ألبا البحرين للألمونيوم من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مطلع شهر يناير 2019 ما سيرفع إجمالية طاقة الإنتاجية للشركة إلى 1.5 مليون طن متر سنويا عين على الواقع بات عليه مشروع سيرت له عوامل الإنشاء في معادلة توازن بين حاجة السوق وبين مدى الاستجابة المطلوبة لما قد يتم عرضه ليكون ذلك متمثلا في مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من شركة ألبا والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مطلع شهر يناير العام المقبل ما سيرفع إجمالية طاقة الإنتاجية لشركة ألبا إلى مليون ونصف المليون طن متري سنويا فيما سيوفر المشروع ثلاثة آلاف ومئتي فرصة عمل نوعية للمواطنين تقريبا كل العقود رست على المقاولين والهندسة تقريبا 80% اكتملت وطبعا عندنا حاليا أولي خمسة آلاف عامل في الموقع وتعدنا سبعة ملايين ساعة بدون أي حادث يذكر وعندنا سنة هذه سنة مهمة لأنها فيها سنة لننخلص المشروع ونبتدي الإنتاج في 1 جانواري 2019 تعتبر شركة ألمنيوم البحرين ألبا أحد أكبر وأحدث مصاهر الألمنيوم في العالم وهي معروفة بمنتجاتها من الألمنيوم عالي الجودة بالإضافة إلى تقدمها التقني وسياساتها الإبداعية والابتكارية التي تحرص على تطبيق أكثر الاشتراطات البيئية صرامة بالإضافة إلى حفاظها على سجلات عالية في السلامة تكلفة المشروع حوالي 3 مليار دولار تم ضمان هذا المبلغ في عام 2017 حيث تم إغلاق أكبر قرض بنكي في تاريخ مملكة البحرين بمبلغ ما يعادل مليار ونص دولار تم تم الإغلاق الصادرات البنكية نفس المشروع بحوالي مليار دولار بهذا تم إغلاق جميع التمويل البنكي للمشروع وإن شاء الله على عام 2019 بداية 1 جنيوري 2019 راح يبدأ المشروع إن شاء الله الحمد لله شركة ألبط تعتبر أيضا من الشركات الوحيدة في البحرين وفي الخليج العربي التي تستطيع أن تعطي دورات تدريبية في السلامة بالتعاون مع أوساز العالمية للسلامة طبعا عندنا اتفاقيات وعندنا اتفاقيات جانبية للتدريب في السلامة مع شركات عالمية مثل من الاتحاد البريطاني إلى السلامة تقدم ملموس على نسب الإنجاز للمشروع حيث بلغت نسبة التقدم بشكل عام حتى الآن أكثر من 36% حيث تم استكمال أكثر من 70% من الجانب الهندسي في حين تجاوزت نسبة العقود والمشتريات بالمشروع 80% من مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم هذا المشروع سيعزز من اقتصاد مملكة البحرين عن طريق العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين مستثماري الألمنيوم الأجانب والمحليين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر